موسيقى صباح الخير الاحتفالات في القصير والاحتجاجات على أبواب السفارات وبعد بيروت تظاهر عشرات الإسلاميين المصريين أمام السفارة اللبنانية في القاهرة حيث فضت قوات الأمن الاعتصام مطلقة الغاز المسيل للدموع كما شهدت السفارة اللبنانية في قطر تظاهرة مماثلة أما في لبنان فقد خرقت العطلة باحتجاجات سالت فيها الدماء أمام السفارة الإيرانية في بيروت وارتفع الصوت السلفي أمام السفارة السعودية فيما قلب المدينة كان مشنوقا محاصرا بتظاهرة اقتصرت أضرارها على رفع الأصوات القصير هي العامل المشترك والدافع إلى كل هذه التحركات التي جاء أعنفها ضد حزب الانتماء اللبناني التابع لأحمد الأسعد والذي كان يحتج على الدور الإيراني في سوريا ومشاركة حزب الله في القتال الملجون أمن السفارة ومعهم مجموعة لبنانية من بيئة استفارة اتخذوا قرارا فيه من الغباء ما يكفي ليعيد إنتاج الأسعدية النائمة وعالجوا التظاهرة متواضعة الحجم بقوة حرس الثورة الإيراني وفرضوا تعتيما أعلاميا ومنعوا دخول الأعلام إلى منطقة الاشتباك النتيجة قتيل من جماعة الأسعد هو رئيس مصلحة طلابه هاشم السلمان الذي سقط برصاص مجهول باقي المصدر لم يكن مستبعدا بالنسبة لمن كان ينتظر أن يصور ويتابع عبد اعتصام حزب الانتماء اللبناني التابع لأحمد أسعد أن إشكالا يلوح في أجواء محيط السفارة الإيرانية فالحزب الذي قرر الاعتصام أمام السفارة في بيروت استنكارا لمشاركة حزب الله في القتال في سوريا كان في انتظاره شبان آخرون مؤيدون لهذه المشاركة وفي تفاصيل رواها مصورون منعوا من تغطية الحدث فإنه أثناء نزولهم من البس الذي أوصلهم إلى الشارع الخارجي المؤدي إلى السفارة وحيث تمركز الجيش اللبناني وجهاز أمن السفارة تجمعت فجأة مجموعة من شبان يرتدون القمصان السود وانهالوا عليهم بالضرب بالعصي المصورون أكدوا أن الشبان لم يحملوا أسلحة عندها وبعد اجتداد العراق أطلق الجيش اللبناني النار في الهواء لتفريق المتظاهرين وبعد بضع دقائق ثقت الشاب هشام سلمان على الأرض من دون التمكن حتى الساعة من تحديد الجهة التي أطلقت النار الصليب الأحمر اللبناني عمل على نقل الجرح الذين أصيبوا جراء الضرب وبحسب المعلومات فقد وصل عددهم إلى تسعة وبعد انتشار الجيش في محيط السفارة وإغلاقه كافة المداخل والطرقات المؤدية إليها بمؤذرة قوى الأمن الداخلي نقل الشاب سلمان إلى مستشفى رفيق حريد الجامعي لكنهما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه البالغة هاشم سلمان البالغ من العمر 27 عاما وهو رئيس الهيئة الطلابية في الحزب أصيب بطلقة في أعلى ظهره خرجت من بطنه وثلاث إصابات في رجله وبحسب أحد الخبراء الذين عاينوا الجثة فإن الاحتمال بأن الطلقة أتت من مكان عال أي ربما أحد الأسطح العائلة التي وصلت إلى المستشفى بسرعة لم يستطع أفرادها إخفاء غضبهم العارم ولأنها منطقة مختلطة ساد جو من التوتر محيط المستشفى فسارعت قوى مؤللة من الجيش اللبناني إلى إغلاق الطوارئ ومنع أحد من الدخول وفي ظل هذه التطورات سرعان ما عقد رئيس حزب الانتماء اللبناني مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن ملابسات الحادثة من وجهة نظره هاشم السلمان الشيعي ابن الشيعي حفيد الشيعي وحفيد حفيد الشيعي قتلوه قدام أعين كل العالم صوبوله رصاص على بطنه والجيش والدرك وكل شي فيه مؤسسات دولة عم يتفرجوا عليه إذا كانوا عم يحاربوا التكفيريين مثل هن بيدعوا بالسورية شو خصوا هاشم السلمان بس لأنه عنده رأي مخالف لرأي هيك بيتعطم على الرأي الآخر قيادة الجيش من جهتها أصدرت بيانا جاء فيه أنه أثناء وصول موكب تابعا لجهة سياسية إلى منطقة بئر حسن للاعتصام أمام السفارة الإيرانية احتجاجا على الأحداث الجارية في سوريا حصل إشكال بين عناصر الموكب وبعض المواطنين تخلى له إقدام أحد الأشخاص على إطلاق النار من مسدس حربي ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطرة ما لبث أن فارق الحياة وعلى الإثر تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على تفريق المحتشدين وإعادة الوضع إلى طبيعته فيما تستمر بملاحقة مطلق النار لتوقيفه وتسليمه إلى القضاء المختص مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد عرضت صورا لسلمان قالت إنها أثناء الحادث اليوم لكن هذه الصور تعود لحادث سير مروع تعرض له العام الماضي وكاد يد بحياته في مدينة سور لبنانيون مع حرية وكرامة الشعب السوري نظموا اعتصاما في ساحة الشهداء رفضا لقتال حزب الله في سوريا والساحة المقابلة بقيت خالية هكذا بدت ساحة الشهداء في وسط بيروت في يوم العطلة الأسبوعية كل شيء خال للقوى الأمنية التي اتخذت تدبير أمنية استثنائية أما الأسباب فهي دعوتان إلى تظاهرتين في الزمان والمكان عينه الأولى رافضة لتدخل حزب الله في معارك سوريا والثانية دعمة للحزب القوى الأمنية التي وقفت على أهبة الاستعداد عند تقاطع سحتين رياض الصلح الشهداء مضى يومها بدون أن تضطر ميدانيا إلى تنفيذ أي من تدبيرها إذ لم يأتي أحد من الذين دعوا عبر موقع فيسبوك للمشاركة في دعم مسيرة حزب الله وفسرها البعض على أنها كانت مناورة من قبل بعض الأفراد ولم تتبنها الأحزاب المعنية أما سحة الشهداء حيث التجمع جاء بدعوة من لبنانيون مع حرية وكرامة الشعب السوري فقد اقتصر الحضور على أعداد قليلة وقد عزل بعض الأسباب إلى عدم التنسيق المسبق مع قوى الرابع عشر من أذار والبعض الآخر إلى التدبير الأمنية وعلى الرغم من الحضور الخفيف إلا أن الكلمات كانت عالية اللهجة لجهة رفض التدخل العسكري لحزب الله في سوريا واعتبر الخطباء أن السابع من أيار انتهت مفعيله وأن زمن الخضوع قد انتهى نحن اليوم في هذه الساحة لسنا هنا صدفة نحن هنا من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لنواجه قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولنقول للعالم أن الذين يقاتلون في سوريا هؤلاء ليسوا لبنانيين هؤلاء ثقافتهم إيرانية وعالمهم إيراني ومالهم إيراني وسلاحهم إيراني ونحن من هنا كلبنانيون أتينا لنمسح العار الذي أتى على لبنان من ورائهم نحن المقاومة الحقيقية نحن من دفع عن لبنان العيش المشترك لبنان الدولة والدستور والشرعيتين العربية والدولية في شعب يقول لا لحزب إيران للجناح العسكري الإيراني أنا ما رح سميه حزب الله لأنه أنا أعتقد حرام وحد يقول حزب الله ويكون فيه قتل شيعة وسنة بسوريا الخيرات حزب الله المباشر بالأزمة السورية استجر الفتن إلى الداخل اللبناني وأنا أعتقد نحن على طريق الفتن المشاركة الحزبية اقتصرت على حزب الوطنيين الأحرار وأعداد لا بأس بها من الجالية السورية ولكل منهم أسبابه للمشاركة وجودنا هنا كان أساسا نأكد أنه نحن نضرنا بوجه كل شخص يجرب يحول لبنان إلى محور إقليمي ونقللون أنه لبنان هو كل عمره يتمتع بالسيادة التي نحن تعودنا عليها نحن نمثل 14 ونمثل 8 نمثل كلمة الحق نمثل دعونه هذا لبنان نمثل دعونها الوطن تطلع من بيتك وتلاقي علم لبنان يرفرف في قلبك يفرفش تطلع من بيتك وتشوف العلب وتقول يا رب اعميني عنه كرهت وطنك كرهت شعبك أنا جيت بس مشان أشارك مشان أنصر بلدي يعني وأرفض تدخل حزب الله بسوريا ما بدنا حرب نحن لا مع حزب الله ولا مع حدا تاني بس إنه بدنا سلامه بس إن كان لسوريا وإن كان للبنان انتهت تجمع من دون أي احتكاك أو إشكال أما المفاعل الوحيدة له فكانت فقدان العاصمة بساحاتها وأحيائها زحمت عطلة نهاية الأسبوع وتخييم أجواء الحذر والترقب حواجز أمنية فصلت بين اللبنانيين الذين اتفقوا أن يختلفوا على أي تفصيل في حياتهم السياسية ساحة خلت من روادها الذين كان يفترض أن يدعم خط المقاومة أما الثانية فلم يكتمل نصابها على الرغم من الكلمات الحادة التي جاءت تحت عنوان رفض تدخل حزب الله في سوريا من وسط بيروت باسد العريضي قناة الجديد بين الأنشيد والأعلام والتنظيم دلالات سياسية عدة حملها مهرجان الجماعة الإسلامية المركزي في صيدة حشدت الجماعة الإسلامية في صيدة حيث أقامت احتفالها الإنشادي المركزي المنظم تنظيما دقيقا أشرف عليه عناصر انضباط الجماعة وعلى الرغم من برودة العلاقة بين الجماعة والشيخ أحمد الأسير غير أن الصور الأخير لم تغب عن المناسبة ولا الهتفات المؤيدة له بين جماهير الحاضرين الأسير لم يحضر معتبرا لمهرجانات دعم المعارضة تأخر منظموها بالقيام بها فمعركة الإقصائر انتهت بحسب ما نقل عنه غياب الأسير عوض عنه حضور الفنان المعتز الفضل شاكر الذي أثبت قدرة على الحشد بدوره لتؤكدوا أنكم سند لهذه الثورة فجاهدوا بما تملكون من مال وذهب لشراء السلاح للجيش السوري الحر المبارك لا خطب سياسية في المناسبة غير بضع كلمات كان يلقيها عريف الاحتفال بين الأنشيد الله أكبر لن تضيع دماؤه إخواني سدا فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا والحق زاد توقدا المهرجان الذي بدى فقيرا بالمواقف الجديدة جاء غنيا بإشارات سياسية عدة يجب فكها قد يكون أبرزها عالم الخلافة الإسلامية التي تعتمدها القاعدة وغيرها من الأطراف الإسلامية المنادية بالخلافة من الملعب البلدي في صيدة جاد غصن قناة الجديد مدينة القصير ترفع الركام وتستقبل الزوار المهنئين وبينهم وفد لبناني التفاصيل في تقرير رامز القادي الرصاص الذي لا تزال تألفه حتى الحجارة في مدينة القصير كان هذه المرة رصاص ابتهاج بسيطرة الجيش السوري على المدينة رصاص رافق الفعالية الشعبية والسياسية التي نظمت في المدينة من لحظة الوصول وحتى المغادرة الأعلام السورية أطفت ألوان الحياة بالرغم من الخراب ورائحة الموت المنبعثة من تحت الركام الهتفات بحياة الرئيس السوري بشار الأسد والسيد حسن نصر الله هي الأخرى كانت كأزيز الرصاص لا تتوقف ولأسد بعد الله ولأسد بعد الله هذه الفتاة الصغيرة اخترت حملة العلم الروسي على ما عداه من الشعارات هذه الحرب ألغت حدود ساكي سبيكو الكلام للنائب اللبناني السابق حسن يعقوب رد فيه على مبرر وجود اللبنانيين بكثرة إلى جانب السوريين في الأقصير من خطط لهذه الحرب هو نفسه من خطط لتموز 2006 وكما نال في تموز 2006 هزيمة نكرة وانتصرنا انتصار استراتيجي وتاريخي فإن الانتصار الذي يحصل اليوم والذي سوف يتوالى فيما بعد سوف يكون أكثر استراتيجي وأكثر تاريخي اليوم بداية هذا الوضع الجديد في المنطقة يبدأ من القصير قوات النخبة في الجيش العربي السوري توجهت إلى حلب قبل خمسة أيام من إعلان القصير منطقة أمنة وأنا أبشر بأن الوقت كريب وقريب جدا لهذا الانتصار تتمته الكبيرة وتتم على كل أرض سوريا ورشة الأعمار بحاجة إلى مزيد من الوقت ولن تبدأ بشكل كبير حتى الانتهاء من السيطرة على كافة أنحاء البلاد التي تشهد نزاع لكن هذا لم يمنع من ورشة محلية بدأت على صعيد المحافظة وحكي عن بدأ دفع طاوضات بدأ الأعمار في الأسابيع المقبلة الزميل رامز استطلع أيضا واقع المسيحيين في القصير الذين أعلنوا تمسكهم بأرضهم أسئلة كثيرة طرحت عن مستقبل المسيحيين في سوريا مع بدء الأزمة وخلالها وما بعدها هنا في هذه الحارة في مدينة القصير يصير المسيحيون على البقاء في أرضهم مهما كانت الظروف السيدة مريم أو أموائل كما يناديها الجميع هنا كانت في عداد العائدين من أهل القصير لتفقد ممتلكاتهم وعلى العكس من كثيرين وجدت أموائل منزلها لا يزال قائما موسيقى 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 معاوي شيء على التابون أي حبيبي الجغرافيا أسعفت سكان ما يعرف بالحي المسيحي ولم تدمر منازلهم على غرار معظم أحياء المدينة بحكم موقع هذه الحارة إلى جانب المنطقة الصناعية التي بقيت تحت سيطرة الجيش السوري طيلة فترة وضع المسلحين يدهم على القصير قبل المسلحين كنا أحسن من هيك ما فيه كنا مسألة سورية كلها بعدين صار اللي صار أيها بشار الأسد يا ملكنا أيها ولولا كنا أهلكنا ولولا شرفك ونا موسى كنت لعادي داستنا لا 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 ما تركتيش البيت هون أنا ما تركته لا بيتي تحت خطفوا لي أخوي شاب من خمسين سنة وهدموا لي المسلحين وجدنا تعالت لهون وما تركته لا بهمة الجيش وهمة الله الحمد لله ضليت يعني صامدي والجيش أملنا المي والكهرباء والمعيشة وشكرا كثير للجيش العربي السوري وشكرا كثير لجيش السيد حسن نصر الله ونشرك لي كثير من شكره للسيد حسن نصر الله حزب 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 الله نشكره بقول أن يصنع بطل يعمل يصنع كل شي سماح نصر الله أنا ما نرح هو جبن لنصر أخذني أنا أخذني نصر في الحالة المسيحية القديمة وسط القصير لم يكن الوضع مماثلا حيث الدمار كان في كل مكان لنفاجأ بأن الخالة أمزكي لم تغادر طيلة سنة ونصف فيروزي وعزيزي عدت شوي شوي نعم وبعدها جيت عده هاي الحالة المسيحية الأديمة بوسط المدينة هوني قلنا نحن عايشين سوال الإسلام والمسيحية الكنيسة في وسط المدينة وعلى الرغم من الدمار الذي لحق بها تبدو شاهدة على إصرار المسيحيين على البقاء في أرضهم بوصفهم مكون طبيعي وأساسي من المجتمع السوري من مدينة القصير رامز القاضي قناة الجديد وصل إلى مستشفى الميني خمسة وثلاثون جريحا سوريا من مدينة القصير إصابة بعضهم طفيفة باستثناء جريح واحد لم يتم استقباله لجروحه الخطرة وقد تمكن الجرحى من دخول الأراضي اللبنانية بعد خمسة أيام من خروجهم من القصير عبر طرقات غير شرعية ووديان وعرة ليصار إلى استلامهم من قبل الصليب الأحمر الدولي الذي نقلهم إلى مستشفى الميني أهلا بكم من جديد تظاهرة للمثليين في بيروت قابلها اعتصام مضاد على الرغم من نزول معظم شرائح المجتمع اللبناني المسيس في نهار الأحد إلى الشارع لإثبات وجهات نظرهم من الأزمة السورية إلا أن شريحة صغيرة نزلت تغني على ليلاها فلا السياسة تعنيها ولا الحروب بل كل ما تطلبه هو الحرية الشخصية في بلد أعطى الرأي السياسي الحرية المطلقة التي تخطط الحدود في بعض الأحيان ففي اليوم العالمي ضد رهاب المثليين قرر مثليو لبنان أن نزول إلى الشارع في الطيون والمطالبة بإعطائهم حقوقهم التي يعتقدون أن الدولة انتهكتها منهم وأولها إلغاء القانون الذي يعاقب أي فعل شهد أمام تطور العلم والمجتمعات بهذا الموضوع والأوانين بالعالم بتصور هذا الأمر صار يطرح علينا أكثر من سؤال يلي صار بالدكواني لازم يتعاب بقوة بتصور الأوضات لازم بقى يطرحوا سؤال كثير جدي على حالهم إذا الخمسمية وأرمع وثلاثين تتطبع على الحالات بتصور القاضي ما بس لازم يكون مستقل عن السياسة لازم يكون كمان مستقل عن الأراءة المسبعة الاجتماعية ويفرض بالآخر شهو الأنون وشهو حق الطبيعي للإنسان أن يعيش حياته كما يرتضي بدون ما يقزي غيره خصوصا بعد اللي صارت هذه السنة ومبعد المخالفات اللي صارت بحق المثليين ومتغيرين جنسيا كان مفروض صوتنا أعلى بعد نكون أكثر مطالب إنه ممنوع المخالفات ضد أي شخص مما كان يكون ولأنه يوم الاعتصامات المضادة كان لابد من وجود مجموعة معتصمين معارضين الفكرة المثلية الجنسية وبحسب الشعارات التي رفعوها فهم قالوا إنهم لا يكرهون المثليين لكنهم يخافون على أولادهم وشدد المعتصمون على ضرورة تنفيذ قانون معاقبة المثليين نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تدعم برنامج المسنين الصحي في جمعية أجيالنا في تلة الخياط قامت نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلة صلح حميدي بزيارة إلى المركز الصحي للشماعي لجمعية أجيالنا في تلة الخياط في بيروت حيث كان في استقبالها رئيسة الجمعية الدكتورة لينة زعيم الدادة وأعضاء الجمعية والأطباء وأبدت الوزيرة الصلح إعجابها بالمستوى المتقدم الذي تعمل على أساسه الجمعية وحجم الخدمات الذي توفره للفئات المحتاجة من أبناء بيروت وضواحيها وتوقفت الوزيرة الصلح أمام البرنامج المخصص للمسنين صحيح بيجي عدة سيارات لهم بس كل مرة تقتصر على رعاية المعرض أو غدا يعني دائما مناسبة اجتماعية أول مرة بيجي على الجمعية كزيارة مهنية فعلا في يقل لنا أنه هالسبوتية والاستمرارية اللي موجودة واللي انفقدت بمؤسسات بيروت بالأمس كنت أتحدث عن أسفي لتضعض عدد كبير من الجمعيات البيروتية وإغفال أبواب البعض ووقوع البعض الآخر بأزمات مادية بسبب الأوضاع الاقتصادية أو لعدم وجود أي دعم مادي من الدولة أو من دول العالم العربي كما عاهدناها سابقا وهنا علامة استفهام على هذا التقصير والسؤال يطرح إلا أنني جئت اليوم لأشعر بالأمل مجددا لأنه ثمت مؤسسات تشق طريقها تصاعديا تحكمها حسن الإدارة وتغنيها الطموحات والأهم يشد أزرها التضامن والحيوية التي يتمتع بهما أعضاء هذه الجمعية والنتيجة والحمد لله النجاح الدائم لأجيالنا والاستمرار اللافت إن الله يبارك خطاكم لأنكم صادقون في الأداء ماضون في العطاء جئت اليوم لأؤكد على دعم مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية للبرنامج الصحي الذي خصصتموه للمسنين وليكن عملنا جميعا مباركا عشية شهر نمضان المبارك وكانت لقطات تذكرية مع سيدات الجمعية توفي رئيس مجلس أمناء الاتحاد البيروتي النائب السابق عدنان عرقجي ويصلى على جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الخاشقجي ويوارى في جبانة الشهداء وتقبل التعازي اليوم الاثنين بعد الدفن من الرابع ظهرا ولغاية السابعة مساء في قاعة نادي خرجي الجامعة الأمريكية الوردي الحمرى وكذلك يومي الثلاثاء والأربعاء من العاشرة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء أهلا بكم من جديد تستعد مدينة حلب وريفها لمعركة بدأها الجيش السوري تحت عنوان عاصفة الشمال ويتحضر فيها لاسترجاع السيطرة على المنطقة عادت الأنظار لتصلت على مدينة حلب معركة الاقصير انتهت وها هو الجيش السوري يعود ليحسم معركة مفتوحة منذ تموز العام الماضي عاصفة الشمال هو اسم العملية التي أطلقها الجيش لاستعادة مدينة حلب وريفها مصادر أمنية سورية تحدثت عن استراتيجية عسكرية واضحة يعتمدها النظام محاصرة المسلحين والحقول دون وصول الامدادات العسكرية إليهم عشرة أشهر مرت على خروج عاصمة الاقتصاد السوري من عباءة النظام الحراك في المدينة التاريخية كان تأخرا كثيرا وعندما بدأ بدأ الحديث معاها عن نقطة مفصلية في الصراع يحددها مصير حلب المسلحون اعتبروها الممر الطبيعي إلى دمشق عدا عن الثروة الاقتصادية التي صبت بمعظمها في تركيا والنظام عدها خسارته الكبرى فهي معقل الدعم الأول تاريخيا على قاعدة زواج التجارة والسياسة وبحسب المصادر الأمنية فإن حلب باتت منذ انطلاق العملية منطقة اشتباك عالية والمعارك تدور فيها على أربعة محاور الأول هو محور حي الراشدين وفرع المخابرات الجوية في اتجاه بلدة كفر حمرة وبلدة معرة الأرتيق أما المحور الثاني فهو ظهرت عبدربو في حي الليرمون باتجاه بلدة حريتان التي سيطر عليها الجيش بعد اشتباكات عنيفة علماً أنها تقع عند مدخل حلب الشمالي المحور الثالث يشمل بلدتين ببل والزهراء والرابع هو محور مطار منغ الذي تدور حوله المعارك منذ أشهر عدة وبحسب وكالة سانا للأنباء فأن النظام دفع بأربعة آلاف عسكري إلى حلب فيما أفاد مصدر أمني سوري عند حقيق إنجازات في كفر حمرة وحريتان وعندان وحيان والشيخ مقصود وبستان الباشا وبستان القصر والعامرية بموازاة ذلك تدور معركة أخرى حامية وستراتيجية للطرفين تهدف إلى السيطرة على معامل الدفاع في قاعدة السفيرة الواقع جنوبي شرقي حلب وتعد السفيرة المصدر الأول للنظام لناحية الإمداد العسكري وهي تحتوي على قاعدة صواريخ سكوت بعيدة المدى وتضم مصانع للأسلحة الكيميائية تقول المعلومات العسكرية إنها الأكبر هذا ودخل الأكراد على خط المعركة حيث اندلعت اشتباكات حامية بين مجموعات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وعناصر من الجيش الحر على بعد أقل من خمسة كيلومترات عن قرية مروحين اللبنانية حقق أهالي قرية إقرس المسيحية في الجليل الأعلى حلم آبائهم وأجدادهم بالعودة بقوة القانون عبرت من بوابة الدم إلى سقيع الشمس والبرد لا أهل لي في خيمتي وحدي في خيمتي وحدي ودخلوا بوابة العودة عبر قرية إقرس في الجليل الأعلى هي واحدة من بين أربعمائة وثمانية عشر قرية فلسطينية جرى هدمها وتهجير أهلها في العام الف وتسعمائة وثمانية واربعين لكن لإقرس حكاية فريدة خمسمائة من سكانها وضبوا على حراسة حلمهم بالعودة إليها رغم أنف المحتل ففي حرب تموز وتحت صواريخ المقاومة هرب الإسرائيليون بينما عاد أهل القرية الأصليين يجوا الختيارية تابعون بلدنا عكم ختياري من البلد وجابوا أواها ويجينا لهم على الكنيسة بدون علم الحكومة الشباب اللي عم تطلع اليوم كلها عم تطلع متمسكة في الرجوع وفي إقرس أكثر من مكانه زماني المسيح قام من بين الأموال وغاضع المرسى بالبر الكنيسة هي المعلم الوحيد المتبقي من القرية ومن هذه الكنيسة يعود أهل إقرث لاسترجاع وطنهم نحن ما تركنا البلد ما تركنا المطالبة في الحق لا زلنا أبا عن جد وإلى الإبن وإبن الإبن هذه أمانة منحملها أمانة منحملها في أذهاننا وعروقنا وقلوبنا حتى نصل إلى العودة بنامو هون بوكلو هون بالكنيسة اللي شايفها منصلي هون يعني هي صارت المأوى الوحيد لا أهل إقرث في العام 1951 وبعد نضال طويل نجحوا في الحصول من محكمة العدو العليا على حق العودة لكن السلطات رفضت تنفيذ القرار وبعد أشهر في ليلة عيد الميلاد قام جيش العدو بهدم القرية بيتا تلوى الآخر وكان لأهل القرية من الحظ ما لم ينلهو 760 ألف فلسطيني تهجروا خارج حدود الوطن أهل إقرث بقوا بالقرب منها يبثون الحياة فيها أقاموا مناسباتهم على أرضها ودفنوا موتاهم في مقبرتها قادرين نعيش هون مع أنه في أمر هدم للغروستين اللي هم على الكنيسة ترجع بحالي واحدة لهون هي على المقبرة عمليا بس انت تموت هو إش كتير ضغل عندي من جوا فلا أنا بدي أعيش هون بدي أكون هون اعتاد أهل القرية إقامة مخيمات شبابية في الكنيسة لكن هذه المرة ومنذ عام أرادوه مخيما دائما لن يغادروه إلا باتجاه الوطن عشرون عاما وأنا 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 أحترف الحزن والانتظار أربعة وستون عاما وأهل هذه القرية يحترفون الانتظار يترقبون الآتي ولا يأتي لكنهم اليوم بصمودهم وعنفوانهم فرضوا أمرا واقعا ودخلوا بوابة العودة محققين حلما طال انتظاره لكل لاجئ من أراضي قرية إقرثة المدمرة في الجليل الأعلى المحتل نيزر حبش قناة الجديد صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير زفت الأميرة مادلان ابنة ملك السويد إلى المصرفي الأمريكي البريطاني كريستوفر أونيل في حفل أقيم في كنيسة القصر الملكي في ستوكهولم حضره أفراد من عائلات ملكية وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم وقد ركب العروسان عربة تجرها الخيول اخترقت وسط المدينة أمام آلاف المتفرجين إلى قارب أخذهما إلى مأدبة أقامها لهما الملك كارل والملك سيلفيا في أحد القصور خارج ستوكهولم وكان الحفل أقل بذغا من آخر حفل زفاف الملكي شهدته لسويد وستقيم مادلان في نيويورك حيث تعمل في مؤسسة خيرية للأطفال أسستها مع والدتها ولم يستطيع أونيل الحصول على لقب ملكي لأنه ليس مواطنا سويديا استخدم المؤلف الموسيقي الأمريكي جوزيف بيرتولوزي برج إيفل كآلة موسيقية عملاقة بهدف تسجيل قطعته الموسيقية الجديدة بعنوان تاور ميوزيك أو موسيقى البرج من على قمة برج إيفل في فرنسا وقد استعمل مطرقة وعصة طبول وأجزاء من جزع شجرة أدوات لتجيبة مختلف أجزاء البرج فيطرق عليها بدرجات متفاوتة ويسجل الأصوات ليستخدمها لاحقا كأساس لعمله الجديد تنزه مئات الدراجين عراتا في شوارع العاصمة المكسيكية احتجاجا على الاستخدام المفرط للوقود الحفري ولصالح التنقل على متن الدراجات البخارية وتشجيع استخدام وسائل النقل التي تعتمد القيادة بشرية وتعد هذه النسخة الثامنة من تظاهرة تنظم في مكسيكو سيتي منذ عام 2006 في إطار الحركة الدولية السباق العالمي على الدراجات البخارية للعرات التي ظهرت في بانكوفر في كندا عام 2004 بعد تلقيه العلاج في كاليفورنيا عاد الكلب البطل الذي فقد أنفه إلى الفلبين وكانت الولايات المتحدة قد تكلفت بنفقات علاج الكلب البطل كابانج الذي تعرض لإصابات بالغة في الأنف والفم حيث ألقى بنفسه في طريق دراجة نارية مسرعة كانت على وشك صدم فتتين في طريقهما لعبور الطريق في ديسمبر الماضي وتعرض الكلب كابانج لضربة شديدة على الرأس أسقطته أسفل عجلات الدراجة الأمامية فقد بسببها أنفه وفكه العلوي وننتقل الآن إلى قراءة أبرز عنوين الصحف الموزعة اليوم في بيروت في النهار لبنان يستغيث مليون سوري وثمانون ألف فلسطيني الحاجة إلى واحد فاصل ستة مليار دولار لأعمال الإغاثة القوات النظامية على وشك مهاجمة حلب المعارضة لن تذهب إلى جناف اتنين بلا سلاح أين يسبح اللبنانيون في الصيف شاطئة انطلياس والرمل البيضة ملوثان في صحيفة السفير ممر سياسي إنساني لجرح القصير صفقة التمديد تترنح بالطعم السياسي انطلاق مناورات الأسد المتأهب في الأردن معركة وشيكة في حلب وشكوك بجناف بدء العد التنازلي لانتخابات إيران تحالفات الأيام الأخيرة تحسم المشهد وبقلم طلال سلمان لبنان في الحرب السورية وعليها إلى صحيفة الأخبار سلام يشكو السنيورة يعرقل طب عدم شرعي وفي الأنوار إجراءات الجيش منعت التدهور في بيروتا وصيدا إزالة المتاريس من محاور طرابلس مرتكب جرائم كاليفورنيا والدته لبنانية باريس تحقق مع لبناني من اليمين الفرنسي المتطرف واحد وثلاثون قتيلا في مواجهات بنغازي واستقالة رئيس الأركان الليبي المعارضة المصرية تدعم حركة تمرد وترفض أي حوار مع رموز الحكم معارك في درع والرقة وغارات على دمشق وريفها بالانتقال إلى الديار طرابلس وعكار تغليان رئيس المجلس الدستوري يميل إلى قبول الطعن الجواب خلال 48 ساعة أو بالسرعة القصوى سوريا بعد القصير حمص الخطة سحق التكفيريين أردوغان حذر من نفاذ صبره ودعى أنصاره للتظاهر هذا الأسبوع المالكي من أربيل المنطقة تمر بعصفة طائفية أمريكا تقدم 1.3 مليار دولار لمصر لحماية أمن إسرائيل استقالة رئيس الأركان الليبي في صحيفة المستقبل أحمد الأسعد للمستقبل مشكلة نصر الله ليست مع التكفيريين إنما مع الرأي الآخر في طائفته باسيدش حزب الله يستبيح دم الاعتراض الشيعي وداعني الضاحية لا مأسوفا عليك بقلم خديجة العمري مقتل العشرات من قوات الأسد حزب الله في ريف حلب الجيش الحر يسيطر على إنخل ويتقدم في الرقة رحلة جهنم لنازحي القصير إلى بوابة الموت ننتقل إلى البناء المجلس الدستوري يصدر تقريره بالطعن قبل عشرين الجاري وأربعة عشر أذار تبتز سلام السفارة الأمريكية تحرض على الفتنة لرفع معنويات حلفائها وحشر المقاومة شهد تركيب الحاوية الرئيسية للمفاعل نجاد يرعى تدشين قاعدة للرصد الفضائي وصول عشرات الجرحة والمصابين إلى مستشفيات البقاع والشمال بعد القصير بدء معركة عاصفة الشمال في حلب ترأس مجلس الوزراء في أربيل بحضور رئيس حكومة الإقليم المالك يحذر من عاصفة الطائفية ويدعو للمصالحة أجلان يؤيد الاحتجاجات الشعبية ويحذر من استغلال الوضع أردوغان يصف المتظاهرين بالمخربين واللصوص برلمان جنوبي السودان يدرس قرار البشير الخرطوم تلغي اتفاقات أمنية واقتصادية مع جوبة اللواء عنوانات ويك أند القطوعات الأمنية ينتهي بقتيل أسعدي أمام السفارة الإيرانية وتجاذب حول الجرح السوريين الحرب السورية تخلخل بنية لبنان وتهدد استقراره واقتصاده مصدر خليجي لللواء مصالح اللبنانيين في الخليج في خطر إذا استمر تدخل حزب الله انقسام الساحات واشتباكات بأنقرة والأوروبي لضبط النفس إردوغان للمتظاهرين نحن الملايين وسنلقنكم درسا الأسد يستعد لمعركة حلب والأسد المتأهب يبدأ تمارينه في الأردن لندن تنع جناف اثنين ولا تسلح المعارضة ونتنياهو يتصل ببوتين حول الجولان أنهى القطيعة مع الأكراد وترأس جلسة للحكومة في أربيل المالكي يحذر من عصفة طائفية بسبب سوريا في صحيفة البلد مقتل شيعي معارض أمام السفارة الإيرانية دمشق تطلق عصفة الشمال لتحرير حلب في الجمهورية بري للجمهورية الأمور مجمدة حالياً في انتظار قرار المجلس الدستوري اتجاه إلى قبول الطعن لكم قصيركم ولنا لبناننا الجولان أول فاتورة تدفع من الحساب السوري وفي صحيفة الحياة الجيش اللبناني يستكمل خطته الأمنية في طرابلس والاحتقان الداخلي يتصاعد والتيار الحر يخشى نزوحاً سورياً مبرمجاً لتغيير واقع ديموغرافي مقتلوا معطرد على قتال حزب الله في سوريا بالرصاص والعصي أمام سفارة إيران هيج يرى أن تطورات الميدان تعقد مؤتمر جناف اثنين ومناورات الأسد المتأهب تبدأ في الأردن النظام السوري يحشد لعاصفة الشمال والمعارضة تتقدم في الجنوب والشرق في غياب أي إمكان لإيجاد حل للأزمات المتلاحقة المالكي وبرزاني يتفقان على إدارة الخلاف تشيع ضحايا بنغازي والجيش يتسلم مقرات الدرع ليبيا طرابلس السبت الأسود يطيح رئيس الأركان المتظاهرون مصرون على تسمية المسؤول عن قمعهم والحزب الحاكم يرفض انتخابات مبكرة إردوغان يحشد لشارع مضاد تحلينا بالصبر لكن للصبر حدودا ترجيح جولة ثانية للانتخابات الإيرانية ومساع لسحب ترشيحات لمصلحة كاليباف الإصلاحيون يلتفون وراء روحاني والأصوليون مهددون بتشتت أصواتهم وفي الحياة وبقلم غسان شربيل أمطار التاريخ نختم مع صحيفة الشرق الأوسط مصرع واحد وثلاثين في مواجهات بنغازي ورئيس الأركان يستقيل ليبيا تقرر إخضاع الميليشيات بالقوة نتنياه لحكومته لن نتدخل في سوريا إلا إذا وجه السلاح ضدنا قوات الأسد تستعد لعملية حلب وتشكيك في موعد جناف 2 البردويل للشرق الأوسط تدخل حزب الله خطأ جسيم الناطق باسم حماس علاقتنا بطهران تأثرت ولم تنقطع صرح للشرق الأوسط أن المشكلة بين السياسيين الطائفيين علاوي العراق سفينة بيلا ربان وإيران صاحبة القرار فيه حفيدة الخميني تشكو من ميزانية الإصلاحيين إيران تحالف بين روحاني وعارف لتجنب تشتت الأصوات دعا لتلقين المتظاهرين درسا في الانتخابات البلدية إردوغان للصبر حدود كان في المشرى قتيل أمام السفارة الإيرانية وأحمد الأسعد يصعد بس لأنه عنده رأي مخالف لرأيهم هيك بيتعطوا مع رأي الآخر تظاهرة المشنوق خالية من الاعتصام المضاد مفاعل سبع أيار تعيدك انتهت إلى غير رجعة الجماعة الإسلامية تنشد الثورة بفضل شاكر القصير تحتفل بمشاركة لبنانية الجيش السوري بدأ عصفة الشمال نحو حلب در وكان في النشرة اقرس عادت بقوة الانتظار عبرت من بوابة الدمور إلى سقيع الشمس والبرد ختم النشرة بداية أسبوع موفقة أتمنىها لكم وإلى اللقاء موسيقى موسيقى